السلام عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال الفيديو اليوم سنسترق للدرس الأول حصة الأولى في الوحدة الثالثة جسم الإنسان المرجع الجديد في النشاط العلمي للمستوى الأول طبعة الفاني وواحد وعشرون إذن عنوان درسي اليوم غذائي يختلف عن غذاء الآخرين غذائي يختلف عن غذاء الآخرين الهدف التعلمي من هذا الدرس أتعرف أن تغذية الرديع مختلفة عن تغذية الطفل تغذية الرديع مختلفة عن تغذية الطفل وضيات الانطلاق يحتاج هذا الرديع مثلكم إلى هذه الأطعمة يحتاج هذا الرديع مثلكم إلى مثل هذه الأطعمة إذن لاحظوا معي الأطعمة خضر طماطم فواكه تفاح فلفل موز لحوم جبن وحليب إذن ما هو السؤال هنا احنا كنعرفوا بان الرديع لا يحتاج الا لحليب الام. حليب الام فقط. اذا لماذا صرتم لا تكتفون بتناول الحليب كما يفعلوا الرديع? لماذا? صرتم لا تكتفون بتناول الحليب الحليب كما يفعلوا الرديع افترض لان الطفل اصبح ربما لان الطفل اصبح يحتاج لجميع الاغذية ربما لان طفل اصبح يحتاج الى جميع هذه الاغذية الفرض اللي اعطونا بعض هذه الاطعمات تعطى مطحونة الى الرديع نعم الرديع في ستة اشهر بعض هذه الاطعمة تعطاه مطحونة او مهروسة لانا لماذا الرديع يكتفي بالحليب انا نجاو على السؤال للماذا الرديع يكتفي بحليب الام لان لان حليب الامي 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 يحتوي على جميع هذه العناصر العناصر اختبر واجرب اذا اصلوا بسهم بين الغذاء ومن يتناولوا لاحظوا معي هنا ماء لحوم وخضروات سمك حليب بيض حليب الصيدلية وهنا حليب الام اذا لدي طفل ولدي رديع اذا بالنسبة الماء الماء كذلك مناسب للرديع ولكن الراديع ياخد فقط حليب الام فحليب الام كافي جدا فيه جميع هذه المواد فيه ايضا الماء ولكن الى كنت يستعمل كذلك حليب الصيدلية اذا فيحتاجوا ايضا الى الماء اذا ناخد الماء حليب الصيدلية وحليب الام اذا بالنسبة للطفل هنا الطفل الى ربما في السن السادسة يحتاجوا الى الماء ويتناولوا ايضا اللحوم والخضروات يتناولوا الاسماك هذا الحليب هذا الحليب غير مفيد لي يضر بصحة الرضيع اذا الحليب المبصر او المعقم صالح للاطفال اذا والبيض ايضا اذا ادونوا واتقاسم املأ الفراغ بتغذية خاصة للرديع جميع الاغذية اذا لكل من الرديع والطفل ماذا؟ تغذية خاصة تغذية تغذية خاصة حليب الام اساسي للرديع يعتمد الطفل في غدائه على ماذا؟ على جميع الاغذية كما شفنا نوع حليب الام يعتمد الطفل في غدائه على جميع الاغذية اذا الحصة الثانية من هذا الدرس اتعرف ان تغذية الرديع مختلفة عن تغذية الطفل اذا نفس الهدف ديلة الحس الأولى وبهما مو اطبقه يعتمد الرديع في تغذيته على حليب الأم بينما الطفل يتغذى على جميع الأغذية يعتمد الرديع في تغذيته على حليب الأم المصطلحات العلمية ردعة إليتم مون ron خواسس. اه ولون بالاخضر ما يساعد على النمو بالاحمر ما لا يساعد عليه. اذا لاحظوا معي هنا. اه اللاعب بالادوية هل يساعد على النمو? لا يساعد على النمو. اذا سنلون الخانة بالاحمر. لاحظوا معي اغذية متنوعة خضار لحوم عصير فواكه وخبز اذا هذه الاغذية تساعد على النمو. لاحظوا ما هي في الصورة الثالثة التعرض لعوادم السيارات. التعرض لعوادم السيارات لا يساعد على النمو بل يؤدي الصحة ويؤدي جهازنا التنفسية خاصة اللعب اللعب يساعد على النمو اللعب يساعد على النمو اقوم وادعم اضعوا علامة زائد تحت ما يتقبله الرضيع وعلامة ناقص تحت ما يجب تجنبه للراضيع اذا لاحظوا معي لدي هنا حليب هذا الحليب يؤدي الجهاز للراضيع اذا هذا الحليب لا يتقبله الرضيع البيض ايضا يجب تجنبه للراضيع هنا نتحدث عن اقل من ستة اشهر اكيد اقل من ستة اشهر الفواكه ايضا نتجنب اعطاءها للراضيع بينما حليب الام فهو كافي ويحتوي على جميع المواد التي يحتاجها الرضيع اذا سنضع علامة زائد هنا الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية فيديو اليوم اضرب لكم موعدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة اشتركوا في القناة